أجملنا فاروق صلاح معنا على الهاتف ونتعرف منه على آخر الأجواء من ملعب المباراة مساء الخير يا فاروق أرحب بك يا كابتن عيمن مباراة عبدالكبات الماضي الكابتن شريف عبدالمناء من الكابتن العلام إيهوب كابتن أسام عربي وكابتن عادل عبدالرحمن وكل مشاهدة خلاة النجل يعني في كل مكان إيه الأخبار عندك طمني يعني لو طمنيك يا كابتن عيمن لو طمني كل جماهير النجل يعني إن شاء الله لعادل النجل يعني المهاردة تبتحضر شخصية النجل يعني وروح لقمنا القمرة بإذنها لأنه محتاجينه في هذا الملعب عايز أقولك في أجل أسلق مزول لعاب النجل يعني لأرض ملعب لإجراء العمليات الإحماية لأجانب أيضا مزول لعاب مميلي جيساندون لإجراء العمليات الإحماية بيرت تاوي لدى نزوله كل من في الملعب ندع وهتف لبيرت تاوي طبعا كان في حفل جنائي قبل يعني قبل إجراء العمليات الإحماية ساعة الملعب أصلا كم ألف متفرج يا فاروق ساعة الملعب أصلا كم ألف متفرج ساعة الملعب واحد وخمتين ألف متفرج تكلمت الوقت أن أنا أتكلم حضرتك سيحاليا تقدر تتكلم فيه ما بين خمسة وعشرين لتلاتين ألف متفرج موجودين في ملعب ألوتت واحد من أفضل الملعب بالمناسبة هنا في جنوب تركيا طيب لعبت النادي لأهلي بقى لما نزلوا للإحماء إيه أخبار الجماهير يعني لجعل نزول لعاب النادي لأهلي لأرض الملعب يعني مع جماهير مميلة وثاندوث كان الهتاف لبيرت تاوي يعني كل من في الملعب هتاف لبيرت تاوي اللي توجه لتحية الجمهور يخليني برضا أقولك أن جمهور جنوب أفريقيا أو فريق أساندوث يعني بأكيد ببعشي بعض الصفيرات يعني الصفيرات ما نزول فريق النادي لأهلي لكن كل اللي في المدرج أو في الملعب يجنوا وبيفرحوا مش جمهور بيصدر لك ضغط أو الأمور العدوانية اللي ممكن تكون موجودة من بعض الجماهير الأخرى لكن الأجواء داخل الملعب أكثر من درجة الحرارة يعني 25 درجة مقوية يتمني أنها طبعا تستمر أو تكون أقل من كده مع انطلاق صفيرة المباراة عايز أقولك برضو التركيز لأهلي يعني الحالة التركيز اللي شافنا مع وجود اللي عدين طبعا مفيش فأسطر طبعا إن شاء الله به وجود الجماهير يعني بكلمك في هذه الأسانة برضو بيبدأ توافض جماهير من جانب فريق مميلة وثاندوث عشان أعيد لأهو جلبات الملعب أعتقد كابتن أيمان مع اقتلاب المباراة من الساعة الثالثة والطلاقة أعتقد أن الأستاذ ممكن يمتالب أكثر من 40 ألف متفرج أول الساعة الرسمية تكتامل لي الأستاذ نصر بس هو عموما الجمهور مثالي مش يعني مش جمهور عدائي جمهور جنوب أفريقيا ده اللي احنا نعرفه عنه يعني بالضبطة كابتن أيمان يعني حتى احنا بطريقنا من مقر الإقامة لملعب المباراة الكمور بيقابل النادي العالي بترحيط بإشارة بإشارات للنصر يعني احنا ماشيين في طريق كانت في يعني اتماعينا في الطريق توافد الجمهور لإني في نيطوريا هنا كابتن أيمان هي معقل جمهور ماميلة وثاندوث مكان اللي بيقوم في النادي العالي هو ده مقر فريق ماميلة وثاندوث فكل الجمهور مش جمهور عدواني يعني تلأ أمور كلها أمور كلها بالتأكير خلال التسعين تسعين ديها لجانب طبعا أن فريق ماميلة وثاندوث مش من الفرق اللي تتمسع بشعبية جارفة قوي في جنوب أفريقيا مقارنة بفريق كالدري تشيزا أو أرلاندو اللي له شعبية كبيرة جدا جانب في جنوبه طميني على الحالة المعنوية للعيبة أثناء التسعين نعم يا كابتن أيمان طميني على الحالة المعنوية للعيبة بقول الحالة المعنوية في تركيز يعني سواء في المجموعة اللي هي المجموعة الجزيلة أو المجموعة اللي هي المجموعة الجزيلة لأننا مثل مارتين كولر لهذا اللقاء في تركيز عند اللعيبة يشعب بشتأصر يعني الحمد لله في وجود الجمهور أو أحارات الجو اللي هي حب الكلف خلاص في درجة حلالة 25 اللعيبة مركزة عارضين أهمية اللقاء يعني اللدم ظلم إلى أرض ملعب بإحنا شايفين المباراة ممكن تشوفها في عين اللعيبة كافة عينها يعني حضرتك مع الكبات الانتبار بكم من الخبرات اللي عندكم تقدر سيارة المباراة في عين لعيب النادي الأهلي أعتقل إن شاء الله لعيب النادي الأهلي مهضة سنة على ألف رجل واحد عايزة أقول لك نقطة مهمة أنه هو جو بروس المدير الثاني البلشيك المنتخب جنوب أطروكيا توجود في عرض الملعب يتابع هذه المباراة طبعا بعد اختيار عشر لعيبة من سريع مميل البساندون لمعاشكر منتخب جنوب أطروكيا اللي ينطلق في الأسبوع الأخير من شهر مارس إن شاء الله يكون التوفيح حليف النادي الأهلي النهاردة فاروق ونبارك لبعض بعد المباراة بإذن الله شكرا فاروق